عملت الفيديو ده عشان جلنا اسئلة كتيرة اوي بتسأل انا عاملة تكميم معده انا عامل تحويل مصار هل المناعة عندي اضعت من اي شخص اخر هل انا معرض للكورونا فيروس اكتر من اي شخص اخر قبل ما جاوب السؤال ده عاوز اوصل معلومة مهمة او ان اول خطوة في علاج او تجنب اي مرض هي الوقاية الوقاية اول خطوة بناخدها بصراحة الدولة المصرية ايما بدور كبير اوي بجميع قطاعاتها ودي بشهادة العالم وشهادة كل المصريين في الداخل وفي الخارج الدور عليكم الدور ان تتوعوا يعني ايه وقاية في ناس كتيرة فاهم يعني ايه وقاية غلط في ناس معلومات جديدة بتعرفها الاول مرة المرض نفسه لسه ما عرفش عنه حيك كتيرة اوي كل يوم بيطلع معلومة جديدة فالحل ايه الحل هو الوقاية الوقاية في فيديوهات كتيرة اوي موجودة دلوقتي اشتكلم فيها ازاي من النظافة للسلف ايزوليشن او ازاي تنعزل ازاي تحافظ على نفسك في البيت ازاي ما تختلطش مع الناس ازاي تسيب مسافات معينة ما بين الناس الفيديوهات كتيرة اوي بس لازم ننشر الوقاية ودايمن فجرحات السمنة بمتكلم على الاتي ان احنا انت محتاج دعم اللي ما يعرفش يعرف واللي عرف يعرف غيره في ناس كتيرة عندهاش الرفاهية او العلم او المعلومات البسيطة ان ساعاتها تعرف يعني ايه وقاية ده دورك لو انت عرفت محتاج توعي الناس كلها الدولة مشتقدر ده واجب علينا كلنا واجب وطني ده social responsibility لكل شخص متخيلين قديه فمحتاج مجهود كبير ايه اجابة مباشرة على السؤال هل المناعة بتاع اي من اجرب جراحة سمنة بتقل احنا في الحقيقة ما نعرفش بالزبط ايه اللي بيحصل نعرفش الجهاز المناعي بتاعنا ازاي بيتغير ولكن عندنا ابحاث كتيرة قوي اثبتت القاتي ان السمنة نفسها بتضع في المناعة لدرجة ان في بعض الابحاث بتشير ان من اسباب كثرة الاورام في السمنة هي نقص المناعة يعني فيه خلايا زي خلايا اسمها natural killer cell خلايا من الخلايا الدم البيضة اللي هي مسؤولة عن المناعة بتاعتنا هي المسؤولة نتحارب اي فيروس او اي بكتيريا او حتى لو اي بداية ورم هي اللي بتضمر الورم المناعة مش بس ضد الميكروبات المناعة بتمنع او رم فلاقوا ان السمنة نفسها المناعة بتبقى اقل ودرسوا برضو بعد كده في البناء ادميين وعلى الحيوانات في ابحاث كتيرة قوي الانكي سلس دي او ناترل كيلر سلس هل بتتحسن بعد العملية هل المناعة بتزيد لا تتحسن بالعكس كمان في امراض فيها زيادة في المناعة زي الاصدفية زي الاصدفية زي الاصدفية كتيرة قوي لقوا ان بعد كده في الحظ السمنة بتتحسن فحتى لما يكون مناعة زيادة بترجع للفل الطبيعي المناعة زيادة دي مش حاجة كويسة فازاي ان الجسم بتتحسن بعد كده في الحظ السمنة فبالعكس الاجابة المختصرة المناعة مش بتتقصة ولكن اي حد لسه اجرى عملية في الفترة الاولى اللي بعد العملية في خلال الاسابيع الاولى او الشهور الاولى ده ضغط على الجسم فالمناعة بتبقى الجسم تبقى منهج في النقاها والالتقام والاسترس نفسه استرس الحياة بيقلل المناعة مبالك استرس عملية فالفترة الاولى المناعة بدأت اي شخص اي عملية ممكن تبقى اقل ممكن مش شرط بس لازم نخلي باللكن لو انت اجريت العملية من فترة وفقدت الوزن بالعكس الابحاس بتشير ان مناعتك ان كانت تحسنت ان كانت ضعيفة وبقت احسن كمان للأسف لاحظنا ان جزء كبير من اللي توفى من مرض الكورونا فيروس كانوا بيعانوا من السمنة فده بيأكد الابحاس اللي اتكلمت عليها ان السمنة بتضعف المناعة وبتأكد اجابة السؤال ان هل الجراحات السمنة بتقلل المناعة بالعكس هي بتحسن هننسى كل حاجة وهنتكلم في الوقاية الفيديو ده سوشيال رسبونسيبوليتي مني ان انا اواعي الناس انت كمان عليك دور تواعي غيرك عائلتك اصحابك بالذات بالذات الاشخاص اللي هم صعب عليهم يبقى عن دهم المعلومات دي عن دهمش ان هم يسمعوا الفيديوهات او يشوفوا او يقرؤ او يشوفوا في الاخبار فدورك تساعد الناس دي وانا في رأيي ده فايصل كبير اوي في موجهتنا لمرض الكورونا فيروس يارب يحمينا كلنا يارب يحمي مصر